الأقامة نتعرف منه على آخر الأجواء قبل ازهاب لملعب المباراة فضل يا فروق كل الشكر لكابتن أيمن شوئي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من داخل مقر إقامة تفريق الناد الأهلي وآخر استعدادات الناد الأهلي لمواجهة تفريق أمبي في مباراة الجولة الثانية والثلاثين للدوري المصري الممتاز طبعا مباراة ندر دوليا كابتن أيمن الناد الأهلي عايز يختم الموسم بشكل كويس فيه الثلاث لقاءات المتبقية سواء أمام فريق أمبي ومن ثم فريق سيراميكا وفريق طلائع الجيش الموجهتين القادمتين للناد الأهلي وده كان محور كلام مستر ريكاردو سواريش المدير الفني مع لعاب الناد الأهلي أن يكون ختام الموسم بشكل كويس لعاب الناد الأهلي وضرورة تحقيق الانتصار في المواجهات المتبقية مرورا اليوم بأمبي ثم طلائع الجيش ثم الختام أمام فريق سيراميكا طبعا عقب التعادل السلب الأخير لفريق ند الأهلي أمام فريق الإسماعيلي في المباراة اللي أقيمت على السادة الجيش ببرج العرب مستر ريكاردو سواريش كان منح اللاعبيين راحة سلبية لمدة 24 ساعة استانف الفريق مران وبالأمس وكان المران الوحيد لفريق ند الأهلي الاستعدادة لذي المباراة بدأ المران بمحاضرة فنية مستر ريكاردو سواريش كلم فيها طبعا على أهمية المرحلة وأهمية الثلاث لقاءات أننا لازم نيني الموسم بشكل كويس طبعا بعد ما حسمت الأمور في الدورة لكن الناد الأهلي عايزيني بشكل كويس كلم على أهم نقاط القوة والضعف في فريق أمبي وطبعا فريق أمبي كانت المباراة الدور الأول انتهت بفوز الناد الأهلي بدأ فيهن مقابل هدف مع الدقائق الأخيرة في عمر اللقاء تكلم عليهم وتكلم مع اللعبين على هذه المباراة وأهمية الانتصار رفع الحوافز لدى اللعبين للناشئين وضرورة استغلال الفرصة لإثبات وجودهم طبعا في هذه المرحلة خاصة بتقتم موسم وهتبدأ على موسم جديد يكون فيه تقييم تشوفها تحتاج مين من اللعبة اللي هتكون موجودة من قطاع الناشئين في الفريق الأول عقب المحاضرة انطلق المراني اللي شمل على بعض الجوانب البدنية والجوانب الخططية الميستر ريكاردو سواريش اللي بيتمنى من اللعبين اللي هو يطبقها النهاردة وينفزوها في اللقاء بالنسبة لليوم النهاردة كابتا نايمن كان تناول اللعبون واجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم واجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية ظهرم المحاضرة الفنية الميستر ريكاردو سواريش كانت في تمام الساعة الخامسة والنصف ثم التحرك لملعب المباراة ملعب الأهلوي السلام اللي يصطدي في أحداث اللقاء لجنة الحكام طبعا اختارت التقم التحكيم لهذا اللقاء بقيادة الكابتن طارق مجدية هيعونه هشام الدسوئي وهشام الطلب حكم الرابع جلال أحمد اتنين على تقنية الفار محمد علاء هاشم وكابتن وائل فرحام كل التوفيق ويعني اتمنى الانتصار بإذن الله للنادي الأهلي فهذه المباراة ودي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي عودة من جديد إلى الكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح يمكن تكلم فاروق برضو على الأجواء تكلم على أجواء التحكيم